منعطفات السياسة العراقية الأكثر خطورة من نوع الغياب أو المناصب الشاغرة مسلسل يتكرر في أروقة الحكومات المركزية والمحلية وكذلك في البرلمانات وعقب نحو شهرين من شغور منصب رئيس مجلس النواب بعد أن عزل رئيسه السابق محمد الحلبوسي في الرابع عشر من تشرين الثاني من العام الماضي تصدرت الصالونات السياسية جملة غياب التوافقات أول أسباب ذلك الغياب نسب إلى أصوات من قياديين في الإطار التنسقي وجود عدد من المرشحين لمنصب الرئيس والذي يدخل في بوابة التنافس الشديد التي تثيره الأحزاب والكتل اختيار مجلس النواب وفق النظام الداخلي يتم على أساس المادة 12 الدن ثالثين التوافق بين الكتل السياسي على أساس التوازن السياسي وهذا الأمر إذا لم يحصل تقديم مرشح واحدة ومرشحين اثنين بالاتفاق بينهم ستستمر الحالة بالانتظار سيما والمحكة والاتحادية أكدت لأنه حمل المجلس يستمر رغم عدم اتخاذ رئيسا للمجلس مؤشرات تضاف إلى أسباب التأجيل وموعد طي ورقة اختيار رئيس البرلمان يرجحها نواب مستقلون حول ربط منصب الرئيس بالتفاوض على مناصب محافظين ورؤساء مجالس المحافظات دوامة تعيد معادلة تمرير الصفقات والتي تبرز جلية في ورقة الإطار التنسقي الأكثر استحواذا بنتائج مجالس المحافظات بالإضافة لمؤشرات استمرار غياب التوافق داخل البيت السني للدخول بمرشح واحد لجلسة اختيار الرئيس مؤشر آخر قد يثير التكهن بمصير جلسات مرشحي رئاسة البرلمان وتأجيلها من عدمه يبرز على اللسان المحللين حول عدول المحكمة الاتحادية عن قرارها بإقالة الحلبوس من المنصب ويتفوق السؤال في الصالونات السياسية حتى الآن هل ستعقد جلسة اختيار رئيس البرلمان في موعدها أم ستؤجل كما حصلت التغيير على معلومات من مصادرها أما الإجابة يتم بها من سيتنافسون على الكرسي الذي يشتد عليه التنافس وغياب التوافقات